طبعا ليس هناك محكمة محايدة في العراق وليس هناك قرارات مجلس النواب محايدة بالنسبة للشعب العراقي هناك أغلبية طائفية حاكمة في بغداد تحت نفوذ أقليمي أو دولة معينة أقليمية فأجندات أقليمية خارجة عن العراق إذن إلى من ستلجأون لتقديم الطعام هنا؟ ليس هناك أي مصدر أن نلجأ إليها كأننا في أقليم ليس هناك أي نوع من الاتصال مع الحكومة الاتحادية لأن الحكومة الاتحادية ترفض أي الحواء وترفض المفاوضات وترفض وترفض التفاوض على حتى التنفيذ الدستور مثل ما رفضت في السنوات الماضية طيب هناك بعض الأقليات في كاركوك وخاصة التركمان منهم يتحدثون عن تعرضهم هنا إلى مضايقات في أشارع من قبل عناصر كردية وحتى أنه بعض العرب هنا ممن رفضوا المساهمة في الاستفتاء أو التصويت في الاستفتاء أيضا تعرضوا إلى التهجير ما هو رد حكومتكم على كل هذه الاتهامات؟ حقيقة هذا غير صحيح لأن الجبهة التركمانية مواقفها واضحة ومواقفها كانت واضحة في الماضي أيضا أجندات أقليمية وفرض أجندات خارجية عن المحافظة وعن الأقليم وحتى عن العراق بالنسبة لتخوف القوميات بالعكس هذا غير صحيح لأن هناك كافة القوميات الدينية والمذهبية والطوايف المتعددة في العراق هم الذين اليوم في احتضان أقليم كردستان ليس هناك طايفة أو قومية دينية أو قومية لغوية اليوم تعيش تحت إدارة أو سلطة الحكومة المركزية لأنه سلمت حكومة المركزية المناطق كلها لدواعش ونحن في العراق اليوم في وضع غير مستقر العراق هي ليس دولة مستقرة ومزدهرة العراق دولة فاشلة أثبتت فشلها في سنوات الماضية وليس هناك حقيقة ولا استقرار ولا آمان لأي مكون ضمن هذه العقلية الشهوينية الموجودة اليوم في مركز بغداد تمتزء رئيسي من هذه الدولة سيد دين دارة لا بالعكس الأكراد في 2004 صوتوا باختيار طوعي هذا الاختيار كان طوعيا صوتوا لصالح الدستور العراقي لتنفيذ هذه الدستور وأيضا أنتظرنا سنوات لتنفيذ هذه الدستور ليس هناك مشاركة فعلية للأقليم في بغداد مجرد كم وزير الأكراد كان عنده موزراء حتى زمان صدام حسين ومن ثمانينات وسبعينات وكان هناك أيضا نواب من الأقليم في حزب البعث الحاكم أيضا في العراق ليس هناك تمثيل فعلي من بغداد أبدا اليوم من قبل الأقليم في هذه الإدارة الموجودة في بغداد طيب قليب كردستان هنا يتهم الحكومة المركزية والبرلمان بعد إصدار هذه القرارات بأنه يستهدف المواطن الكردي هنا والبرلمان العراقي هنا والحكومة المركزية يؤكدان بأنهما لن يمساني المواطنة الكردية كيف تعلقها؟ نعم حكومة صدام حسين وأيضا حزب البعث الحاكم في العراق كان قدراتها مرات أو أكبر من حجم القوات أو قدراتها الموجودة اليوم تحت أمر عبادي لكن لم تهزم الشعب الكردي أو شعبي كردستان فنحن لا نخاف من تهديدات عبادي لا نخاف من أي أوامر تصدر من قبل الحكومة المركزية هذه الأوامر مرفوضة وكانت مرفوضة 26 سنة وإلى اليوم طيب أنتم قلتم أنه لم يكن لديكم تمثيل رئيسي في هذه الحكومة وهناك شخصيات مثل السيد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم الوزير هوشيار زيباري كيف يتم مقارنة هكذا مع مشاركتكم في زمن النظام السابق المشاركة كان مشاركة رمزية حاولوا حاول القيادة الكردستانية أن تكون مشاركة الأقليم مشاركة فعلية لأن الأقليم كانت مزدهرة وكانت الحكمة أو النظام الموجود في الأقليم حتى بتعاون دولي ودعم دولي أنجحت تجربة الأقليم وحاولنا أن نقل هذه التجربة لكن استلمنا من بغداد الرفض وعدم التنفيذ وتجاهل الدستور وبقيت شخصيات منفردة في بغداد مثل اليوم غير معبرين وأي قرارات تريد انتظر الحكومة المركزية تصدر براحتها ليس هناك توافق توازن حتى على مستوى مجلس النواة وعلى مستوى مجلس الوزراء أيضا طيب بعد كل هذه الاعتراضات الدولية سيد دين دار على مشروع الاستفتاء كيف ستتعاملون مع كل هذه الاعتراضات ليس هناك اعتراضات دولية على مشروع الاستفتاء بالعكس هناك تركيا وإيران والدول العربية لا ليس هناك مواقف معارضة من دول عربية بالعكس مواقف الدول العربية واضح مواقف السعودية كان واضح سيد دين دار تدعو الحوار تدعى الحوار الموقف الوحيد الذي لم تقبل الحوار هي موقف حكومة بغداد ماذا عن موقف الولايات المتحدة الواضح الذي قال إنه قلق من إجراء الاستفتاء في إقليم كردستان في هذه الفترة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أيضا اليوم أكد بأنه لا تقبل التهديد لا تقبل العنف من أي طرف وأيضا تطلب الحوار الحكومة أقليم كردستان أيضا تطالب الحوار وتفاوض هل لديكم أي خطة هنا أو أي إجراءات للتعامل مستقبلا بعد إجراء هذا الاستفتاء مع كل هذه الاعتراضات؟ نعم هناك توحيد كردي صفوف كردستان موحدة القوميات والشعب كردستان بكاملها موحدة ووصلنا إلى نتيجة بأنه نعم حق تقرير المصير واتجاه الاستفتاء كان خطوة جيدة لأنه أنتجت هذه الخطوة أنتجت وجوه التي كانت تكذب للقيادة وتكذب لشعب كردستان في سنوات الماضية اليوم أوضحت وجوههم ولكن شعب الكردي سيكون مستمر لطلبها بحق تقرير المصير ومستحيل ليس هناك تنازل ولا ننتنازل عن هذا الحق أبدا حتى نصل إلى النتيجة النهائية قد تكون هذه النتيجة سنوات أو شهور تعتمد على التفاوض وأيضا تعتمد على التفاهمات الدولية ونحن مرحبين بهذا كنت معنا مباشرة من أربيل مسؤول ملف التقارير الدولية في حكومة أقليم كردستان السيد دين دار زيباري شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة